السلام عليكم اشتياق كبير لعالم العمالقة يا جماعة وللأسف النهاية اقتربت تم الإعلان الرسمي عن بداية عرض القسم الثاني من الموسبة الأخير لهجوم العمالقة وحيكون يوم 9 يناير 2022 بحث شهور بس نناقش مع بعض اليوم التريلر اللي صدر من أيام وعلى رغم أن التريلر بسيط ما فيه الكثير من الأمور لكن لقيت إنها فرصة نعيش الأجواء مرة تانية ونستنبط مع بعض الثيمة العام للتريلر وإيش يبقوا يوصلونه تحديدا بدل ما أمسك التريلر من البداية للنهاية جبت المشاهد وقسمتها لمجموعة أقسام وكل قسم عن حدث معين أو مكان معين القسم الأول وهو أكثر قسم كان فيه عليه مشاهد متعددة هو القتال بين إيرن وراينر زي ما نفتكر مع بعض إنه نهاية القسم الأول من الموسم الأخير كان وصول راينر بالمنطات للجزيرة وإيرن كان خلاص أتحول للعملاق وهنا بيبدأ القتال بينهم بيشوف عدة لقطات لهذا القتال سواء كان في بداية القتال أو حتى لما خلاص أشتد وبدأت الدماء تسيل منهم لقطة بسيطة نشوف فيها راينر وبداية الحماس وهذا البخار اللي بيطلع منه ولقطة أخرى لإيرن داخل العملاق المهاجم وهو بيهجوم لكن النقطة الأهم هي هجوم راينر على إيرن بقطعة كده مدببة أو حادة نفس الشكل كمان وجود في المنطقة بالكامل هذه الأشكال سبق وشفناها في القسم الأول أثناء القتال مع العملاق المطرقة فواضح أن إيرن الآن وفي قتاله مع راينر استخدم العملاق المطرقة ولأول مرة لكن واضح كمان أنه انقلب السحر على الساحر وراينر الآن بيستخدم أحد أجزاء العملاق المطرقة للهجوم على إيرن واضح أنه الضربة كانت قوية القسم الثاني هو عبارة عن لقطات متنوعة لهجوم المارلي على شيغانشينا وعلى الجزيرة نفتكر بسرعة مع بعض أن شيغانشينا هي مسقط رأس إيرن هي المكان اللي تولد فيه وعاش فيه طفولته وهي المكان اللي بدأ فيها كل شيء وأول هجوم للمارلي على أهل الجزيرة وزي ما شفنا في نهاية القسم الأول المارلي الآن وصله عن طريق المناطيت وبنشوف هنا كمان أنه فيه إسقاط مضلي للجنود على شيغانشينا ونفتكر مع بعض من القسم الأول أنه تم إخلاء كل السكان من قرية شيغانشينا لأنه كان فيه بداية الخطة حق دك الأرض واستخدام العمالقة اللي موجودين داخل الجدران فيه شيغانشينا للهجوم على باقي البلدان فالمكان الآن ما فيه أي سكان غير المساجين اللي موجودين سواء من الجيش والفرقة الاستطلاعية داخل هذا المكان فالسقوط المضليين أو الجنود الخاصين بالمارلي ما فيه خطر على أهل الجزيرة لكن حيسيطروا على المنطقة وبنشوف كمان لقطات متفرقة للعملاق الفك موجود في نفس منطقة القتال الجدير بالذكر أن العملاق الفك فشل في القسم الأول أنه يعكل إيران في آخر لحظة بدر أنه يبعد لكن قضم رجله لكن أهم لقطة يمكن وأجمل لقطة لهذه اللقطات المتفرقة على الهجوم هي الصعود إلينا على السور وهي بتنظر بكل فخر على المناطيد وهي قادمة لكن ما هي فرحانة بوصول المناطيد واضح أنه كل منطات بيشتعل فواضح أنه إلينا كانت جاهزة عارفة إنه ذا الشيء حيصير وعندها خطة مضادة للإنقضاء على المناطيد قسم الثالث يختص بزيك ويمكن لقطات كانت بسيطة جدا لكن مهمة لأنه زيك آخر لقطة آخر شيء شفناه من الحلقة الأخيرة من الموسم أو القسم الأول كيف أنه خلاص كانت شفها حفرة من الموت إلى ما جاء هذا العملاق ودخل وبدأ أخلوه طبعا هذا الشي صار بعد ما أقدم على عملية انتحارية مع ليفاي وفجر نفسه لكن الآن في التريلر بنشوف زيك في هيئة العملاق معناته أنه استعاد عافيته بالكامل وبنشوف كمان لقطة أخرى وهي لقطة عبارة عن كأنها لقطة استغاثية بينادي فيها أحد وهو شكله كأنه انتهى التحول أنتهى التحول من العملاق بنشوف العلامة حق التحول الموجودة على رقبته وبنشوف كمان أنه هو غير مكتمل الجسد القسم الثالث مسميه قسم المساجين هو صور متفرقة لكل الأشخاص اللي المفروض أنهم موجودين الآن داخل السجن في الحلقة السابقة شفنا أنه كل أعضاء الفرقة الاستطلاعية وأعضاء الجيش وأي شخص مم متعاون مع إلينا أو الفرقة الخاصة بإرن مسجونين داخل شيغانشينا سواء ميكاسا أو آرمن أو كورني أو جان أو بيكسس وحتى فالكو لكن في التريلر بنشوف لقطة فالكو بيجري مع مين مع أخوه كولت وقابي وشفنا كولت في حلقة الأخيرة من القسمة الأول موجود داخل المنطاد القادم على الجزيرة فواضح نوعا ما أنه نزل وراح وأنقذ أخوه كابي واضح أنها في أمان لأنها كانت أصلا مع بيك قبل ما بيك تقلب على إيرن مرة ثانية واضح أنه شردت معاها وبنشوف كمان في التريلر أنها بتتنقل بسرعة عن طريق وجودها داخل فنبيك وهي متحولة للعملاق العرباء أخطة أخرى بنشوف فيها ميكاسا وجان خارج السجن لبسين اللبس الكامل وجهزين للقتال حتى الرمحة الكهربائية والرمحة الساعق موجود وراهم جان واضح أنه مستعد للقتال ومتحمس نوعا ما لكن ميكاسا مترددة متنرفزة زعلانة في حاجة بتصير غير راضي عنها إكسس كمان كان مسجون لكن بيظهر معانا في التريلر أنه كأنه في لقطة بيخطف فيها مع ناس القسم الرابع هو عبارة على المشاهد الخاصة بالغابة خصوصا بعد الحدث الانفجار والحدث الانتحاري اللي عمله زيك مع ليفاي وهنا نشوف أول لقطة لليفاي إحنا زي ما شفنا في القسم الأول ما شفنا غير أنه ليفاي طار ما شفنا أي تأكيد على أنه مات ولا حتى شفنا منظره أنه ميت لكن هذا أول منظر بنشوفه الآن لليفاي تقريبا بينازع داخل الغابة في نفس الوقت بنشوف هانجي مصدومة مرعوبة من منظر ليفاي بهذا الشيء ومن وراها فلوك اللي مو واضح عليه أي مشاعر تجاه الموضوع القسم الرخامس عبر رغم أنه ما هو قسم هو لقطة واحدة إيرين موجود داخل هذه الشبكة أو داخل مكان التقاء كل الذكريات الماضي والمستقبل للإلديانس وهذا الشيء اللي عرفناه من حقيقة العمالقة أول مرة نشوف إيرين الآن موجود داخل هذا المكان الجدير بالذكر أنه مكان التقاء الماضي والمستقبل والذكريات كلها بتلتقي في العملاق المؤسس وأنه إيرين الآن حصل على العملاق المؤسس لكن المرة الوحيدة اللي شوفنا فيها هذا المكان بتفاصيل أكثر كانت في الدكريات الخاصة بيومر لما نعرفنا كيف تحولت من عملاق غبي ورجعت مرة ثاني للحياة كهيئة بشرية حاصلة على العملاق الفتر فاللي فهمناه أنه الشخص ما يوصل لهذه المنطقة إلا أثناء تحوله من عملاق غبي بعد التهامه لشخص حاصل على قوة العملاق فهذا هو المكان اللي يشوفه قبل ما يرجع مرة ثاني للحياة بشكل عادي لكن واضح أنه إيرين بسبب قوة العملاق المؤسس قادر على الانتقال أو الوصول لهذه المنطقة وعلى رغم أنه هذا مشهد مصيد جدا لكن واضح أنه هذه هي أهم سر باقي إيش هي قوة العملاق المؤسس وكيف يقدر يستفيد منها إيرين ووجوده أمام هذه الشبكة كيف يقدر يتنقل بينها القسم الأخير عبارة عن لقطات سريعة جدا من ميكاسة وهي ماسكة الوشاح وعندها تفكير عميق واضح أنها بتفكر في علاقتها بإيرين وباللقاء الأخير اللي صار فيه مع إيرين لما ننهانت وأنذلت بسبب كلامه واضح كمان أنه كورني وآرمن في نقاش قوي ويمكن ما زال هو تكمل النقاش اللي صار بينهم في السجن نهاية القسم الأول واللي كان يتمحور حوالين إيرين لكن كان في لقطات سريعة جدا لعدة شخصيات واضح أنها مصدومة بالطالع في شيء وهي مصدومة ما عندها ملامح واضحة غير أنها متفاجئة باللصاير الشخصيات كانت إلينا وكان زيك وكمان قابي وبس ترير بسيط ما كان فيه شيء فاضح يمكن أقوى شيء هو وقوف إيرين أمام هذه الشبكة واللي حنبدأ نستكشف فيه طبعا قوة العملاق المؤسس الشيء الثاني واضح بيانا عيانا أنه أغلب اللقطات من التريلر جاية من الحلقات الأولى من الموسم القادم أو من القسم القادم لأنها كلها تتمحور حوالينا القتال وأماكن وجودنا عند الجزيرة تحديدا بداية هجوم المارلي في نهاية مناقشة هذا التريلر هل تتوقع أن هذا التريلر الوحيد اللي حنشوفه القسم الثاني أو أنه فيه تريلر آخر قادم بالنسبة لي أتمنى أنه ما يصدروا أي تريلر ثاني كده كفاية كفاية علينا يمكن الشيء الوحيد اللي ما حبيته في التريلر بالكامل واللي أكدونا إياه الآن إنه إحنا مكملين بنفس الجودة في الرسومات أنا تأوت عليها صرت متصالح معها بشكل كبير جدا القصة أقوى من الرسومات أتمنى بس إنه لو فيه أي قتالات إنه على الأقل الرسومات تكون بمستوى القتالات اللي موجودة لكن بشكل ثاني خلاص قربت النهاية فهيريت أسمع رأيكم في التعليقات كان معاكم ماهر موصلش شكرا لكم إن شاء الله حليل جاية